بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن مجموعة من التوقعات لكذا حد بتكلم عن اختفاء الولايات المتحدة الامريكية من على وجه الارض او نقدر نقول كوارث طبعية او انهيارات وكوارث هتكون مستنية امريكا خلال فترة اللي جاية او ممكن نقول في المستقبل القريب او في السنين محدش عارف بالزبط وقت الحاجة لكن منحب نقول التحذيرات كما هي وخصوصا للناس اللي عايشين في امريكا او الجاليات اللي موجودة هناك وموضوع التوقعات ده احنا عارفين كويس جدا احنا كعرب مؤمنين او كان اي واحد مسلم مسيحي مؤمن بانه لا يعلم الغيب الا الله وان الموضوع مجرد تحذيرات عن المستقبل ممكن تصيب وممكن تخطئ لكن في امريكا الوضع مختلف تماما ان الشعب الامريكي فيه جزء كبير منه 30% منه او اكتر مؤمن بالحاجات دي لدرجة مخيفة اللي هو مش مجرد يسمع الكلام او التوقعات ويقول يا ستر يا رب وربنا يسطر والكلام اللي احنا بنقوله ده لا ده فيه ناس يا جماعة بتنزل محلات وتخزن اكل في البيوت او تبني غرف محصنة بحيث لو سمعت مثلا ان روسيا ممكن تضرب امريكا بالنووي او يحصل حرب نووية في امريكا يبقى عامل حسابه وعمل غرف محصنة من الاشعة النووية وحاجات زي كده كتير جدا انتوا تقدروا تبحثوا وتشوفوا في الموضوع ده وخصوصا في وقت فيروس كورونا سمعنا ان الاف وملايين الامريكيين كانوا بيخشوا على المولات وبياخدوا بكميات رهيبة الاكل والحاجات لدرجة كانت فيه ناس بتعيط على الانترنت وفي وسائل التواصل نامش لقيا ابسط الحاجات فموضوع التوقعات ده واخد وضعه خصوصا في امريكا واكتسبت في الاولنة الاخيرة نبوءات حول اختفال ورات المتحدة الامريكية شعبية كبيرة على الانترنت على خلفية الكوارث الطبيعية اللي كذا مرة تحصل في امريكا فمثلا العراف الفلسطيني زياد سلفادي توقع انه سيحدث تسونامي لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة الامريكية وبعد ذلك ستحدث كرسة انسانية كبيرة وايضا كرسة اقتصادية وفقا لموقع اسمه ريسيسكي دايالوج كانت هي اللي منزلت توقعات ذلك العراف الفلسطيني وبدوره ايضا العراف اتجار كيسي اللي احنا نزلنا بعض من توقعاته في القناة تقدروا تتفرجوا على الفيديو راجل دا عراف امريكي مشهور جدا وتوفى من زمان لكن منزل توقعات لي للسنين اللي جاية توقع ايضا اختفاء الساحل الشرقي من نيويورك من على وجه الارض وقبل ذلك ستختفي الاجزاء الجنوبية لولايتين كارولاينا وجورجيا عندما تتدفق البحيرات العزمة الى خليج المكسيك اما الراهب الفرنسي اللي بيطلق عليه العنكبوت الاسود فتنبه بان يكون الرئيس الاربعة واربعين لولايات المتحدة الامريكية اسود البشرة وهنا الرئيس فعلا الامريكي باراك اوباما هو الرئيس الاربعة واربعين وفعلا كان زمانتوا عارفين اصمر او اسود البشرة وكذلك بابا فانجا البلغارية العمياء قالت نفس الكلام والاتنين بيقولوا ان بعد تولي باراك اوباما الرئيساء اللي هتيجي بعدي هتبدأ الدولة بالانهيار في عهدهم لانه خلاص ده اسمه عهد الملك الاسود وتوقعت جونا العرافة والمعالجة الامريكية ايضا ان مصير الولايات المتحدة الامريكية سيكون كمصير اطلانتس طبعا اطلانتس دي مدينة اسطورية او ممكن تكون موجودة الله اعلم غرقة كلها تحت الماء وكانت مدينة متطورة فيها حضارات كبيرة جدا عرفت التقدم اكتر من كل الدول ومن كل البلاد ممكن اكتر كمان من الحضارة الفرعونية ذات نفسية وبيقولوا انها غرقة كلها تحت الماء فهم اللي عرفها جونا بتقول ان مصير امريكا هيكون بالزبط زي مصير اطلانتس وقالت لن تبقى هذه البلاد موجودة اكثر من خمس او ست سنين قادمة وقريبا ستختفي والمسؤولون عن هذا هم الامريكيون نفسهم او بالاحرى غط رستهم وكبرياءهم ده كان كلام متوقعين وعرفين منهم العرف الفلسطيني زياد سلفادي وايضا العرف الامريكي اتجار كيسي والراهب الفرنسي اللي بيطلق عليل عن كبوت الاسود والعرفة جونا حبينا نحن نقول لكم كل التوقعات خصوصا الناس اللي بتحب يعني عندها علم بالتوقعات اللي موجودة مش بس الناس اللي احلى بنتابعهم وبكده نكون انتهينا من الفيديو لكن حب ان انتو تشيركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وايضا تفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعونا في كل الفيديوهات اللي بتنزل وما تنسوش تضغطوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس وانتظرونا بكرا ان شاء الله في فيديو عن توقعات مهمة جدا جدا وخطيرة لعالم الفلك مايك في غالي شكرا واشوفكم بخير ورمضان كريم على الكل